ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ياريت نعمل اشتراك او سبسكرايب واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فتز بنزلها اول باول وما تنسوش اللايك الجميل واتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان الفائدة تعم واحد من العناصر الغذائية اللي مهمة جدا جدا بيحمي عضلة القلب والاوعية الدموية والشرايين وكمان بيحمي من التهاب المفاصل وكمان من هشاشة العظام على الرغم من كمية الفوائد اللي بيقدمها ولكن قصرة التناول او الافراط فيه بيسبب الكثير من المشاكل الصحية علشان هتكون حلقة مهمة ومفيدة جدا تابعوا معايا لحد نهاية الحلقة قصرة التناول عنصر الكالسيوم بدون استشارة الطبيب او بدون حتى مبرر او حتى بدون العلم ده بيسبب الكثير من المشاكل الصحية وكمان بيسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم وكمان بيسبب بعض الخطورة على بعض العضاء في الجسم منهم القلب والاوعية الدموية والعضلات علشان كده في حلقة النهاردة هرد على بعض الاسئلة اللي مهمة جدا جدا بتدور في بال حضراتكم اول حاجة ايه هي اهمية الكالسيوم كمان ايه هي نسبة خطورة الكالسيوم لما بيزيد في الدم وكمان ايه هي الحاجات اللي بتؤدي لنقص الكالسيوم وايه هي الجرعة اللي موصة بيها يوميا وكمان اخر سؤال هجاوب عليه مع حضراتكم فين بنلاقي عنصر الكالسيوم المفترض ان المخزون الاستراتيجي للكالسيوم بيكون موجود في العضاء ومش بس كمان كده بيكون موجود في الاسنان والدم ولما بيجي نفحص عنصر الكالسيوم في الدم بتكون النسبة الطبيعية بتاعته من 8.5 الى 10.5 ميلي جرام بر ديسليتر ونيجي دلوقتي لاول سؤال ايه هي اهمية عنصر الكالسيوم اول حاجة مش بس مفيد للعضاء ولكن مفيد جدا للمرحلة او الفئة العمرية اللي بتكون في سنة من 9 سنين ل 18 سنة لانه بيساعد بشكل كبير في مرحلة النمو وكمان بتكون بيساعد بشكل في مرحلة بناء الهيكل العظمي والعظام علشان كده لو كان في خلل او اطراب او نقص في هذا العنصر الغذائي قد يتعطل النمو وممكن كمان يتوقف علشان كده هو مهم جدا جدا لصحة العظام تاني حاجة مهم جدا لصحة القلب والاوعية الدموية لان كل الاوعية الدموية بتحتوي على طبقة عضلية وهذه الطبقة بشكل عام وكمان كل العضلات والعضلات الملساء اللي موجودة في جدار الاوعية الدموية لولوجود عنصر الكالسيوم لما كانت القبضة بالشكل السليم وكمان نقطة مهمة جدا اي خلل او نقص في عنصر الكالسيوم كده هيؤثر بشكل كبير على عضلة القلب او صحة القلب وكمان حاجة بتسمى كهربية القلب في كتير من الناس بتعاني من خلل في نظام كهربائية القلب اللي هو زي ايه دكتور لوة عدم انتظام ضربات القلب او ارتفاع ضربات القلب وغيره كتير من الاثار السلبية حتى انتج عن نقص هذا العنصر الغذائي وكمان ايضا عنصر الكالسيوم مهم جدا لحاجة بتسمى دي انا كده باعتبارها بمثابة الخلية اللي بتعطي الشحن الكهربائية الاولى لعضلة القلب علشان كده لولى وجود الكالسيوم بشكل طبيعي ما كانتش اشتغلت اصلا بشكل طبيعي كمان مهم جدا عنصر الكالسيوم ليه الاعصاب كمان في حالة نقصه بيؤدي الى الاكتئاب كمان بيؤثر على القدرات العقلية كمان نقصه بيؤدي الى نقص التركيز وكمان ضعف الزاكرة وكمان بيؤدي الى التنميل في الوجه بس يعني لو حسنا كده يا دكتور مثلا التنميل في الوجه مرة واحدة يبقى ده بسبب نقص الكالسيوم لا لو الموضوع اتكرر مرة في مرة كتير يبقى هنا نبحث عن نقص عنصر الكالسيوم وكمان في كتير من الستات بتشكل من تقلص عضلة في بطة الساق ودي عادة بتحدث فيه اوقات الصباح الاولى ده ما كده بتكون في الفجر اثناء النوم علشان كده يبقى احنا لازم نبحث عن الكالسيوم علشان كده خلينا اقول لحضراتكم ان عنصر الكالسيوم ده مهم جدا جدا مش بس للعظام ولا كمان للأسنان والقلب والشرائين والأوعية هو مهم جدا جدا ولا يمكن الاستغناء عنه طيب نيجد حتى يا دكتور للسؤال التاني ايه يا دكتور اللي بيؤدي الى نقص عنصر الكالسيوم سببين اول حاجة بسبب نقص الاغذية اللي بناكلها زي السمسم البيض كمان الحليب منتجات الالبان وكمان السبانخ وغيره من بعض الحاجات اللي بتحدثوا على عنصر الكالسيوم تاني حاجة بسبب نقص فيتامين دي او فيتامين دال لان وظيفة فيتامين دال بيساعد على امتصاصه من الامعاء الى الدم طيب سؤال مين يا دكتور اللي بيودي عنصر الكالسيوم من الدم للعظام هو فيتامين كي تو او كافي اتنين واللي ما شافش حلقة فيتامين كافي اتنين واهميته كل فوائده اجرب صورة حاسب لكم الحلقة اسفل الفيديو في صندوق الوصف طيب يا دكتور مين اللي بياخد عنصر الكالسيوم من الدم للجلد هو فيتامين اف طيب ايه دوره ده ده بيحمي الجلد من اشعة الشمس الضارة وكمان من بعض الاضرار البيئية طيب يجي حد هنا يسأل لي يا دكتور مين بينظم الكلام ده او مين بينظم عمل وظائف الكالسيوم اللي بنظم الكلام ده الغدة الدرقية فوجود هرمون بيسمى هرمون الجار درقية مش بس بيساعد على تنظيم عمل الكالسيوم ولكن في حال ان هو نقص في الدم بيسحب من العظام للدم وعلشان كده كمان ليه دور مهم جدا بيحفز الكلا على تحفيز الشكل النشط لفيتامين دال ودي كلها عوامل بتساعد او بتؤدي الى نقص عنصر الكالسيوم وايضا من بعض العوامل اللي بتؤدي الى نقص عنصر الكالسيوم هو عامل السن بعد سن الخمسين كتير من الستات بيعانوا من اطرف في الهرمونات وكمان ضعف نسبة الكالسيوم في الدم وبالتالي بيعانوا من حشاشة العظام والتهاب المفاصل علشان كده بنوصي بتناول الكالسيوم بشكل عام قبل السن ده يعني بيكونش بعد يعني في سن مثلا من خمسة وعشرين لخمسين سنة علشان يكون فيه مخزون استراتيجي كويس جدا في العظام وكمان ايضا من بعض العوامل اللي بتؤدي الى نقص عنصر الكالسيوم هي زي تناول كثير من ادوية الضغط بتكون زي مدرات البور اللي هي الديوريتكس وكمان ايضا قص التناول المضادات الحيوية كل دي عوامل بتساعد او بتؤدي بشكل كبير الى نقص الكالسيوم في الجسم ونجي للسؤال رقم 3 خطورة زيادة الكالسيوم لو كنا بنتناول الكالسيوم ده في صورة غزاء او بعض الأطعمة الغزائية اللي بنقولها كل يوم بشكل طبيعي مفوش اي مشكلة ولا اي ضرر ولكن الضرر بيكون فين من قصة تناول المكملات الغزائية اللي بناخدها عمال على بطال بيسبب ايه الاضرر الصحية اول حاجة ترسيب الكالسيوم في العضلات وبالتالي هيسبب مشكلة بتسمى تيب مصعدلي شديد وده بيكون ألمها شديد جدا تاني حاجة زيادة ترسيب الكالسيوم في الأوعية الدموية مما بيسبب حاجة بتسمى أثيرو اسكلوروزيس او تصلب الشريين وكتير بيجهل المعلومة دي او بيغفل عنها ان الناس كلها بتفتكر ان الكلام ده او تصلب الشريين جاي نتيجة زيادة الدهون ولكن لا بسبب ترسيب الكالسيوم في الأوعية الدموية علشان كده لو زاد نسبة الكالسيوم عن الحد الطبيعي بدون شرط الطبيب بتكون كرثة صحية مش بس بيعل الضغط ولا كمان بيؤدي إلى خلل في وظائف القلب وكمان بيؤدي إلى حصة الكلة وحصة المرارة وكمان تيبس العضلات علشان كده بتكون أضرار صحية احنا في غنى عنها ده لو زاد عن الحد الطبيعي وده تنيجي للسؤال رقم أربعة ايه هي يا دكتور الجرعة اللي بيكون موص بيها يوميا أول حاجة لو قبل من سنتين لتلس سنين بتكون الجرعة من 200 ل300 ميلي جرام طيب لو قبل سبع سنين بتكون 700 ميلي جرام طيب لو من سن يا دكتور من 9 سنين لـ 18 سنة بتكون 1200 ميلي جرام طيب يا دكتور لو من بعد من سن 19 سنة لـ 50 سنة بتكون الجرعة 1000 ميلي جرام لكن بعد سن السبعين بتكون الجرعة 1300 ميلي جرام ونيجي للسؤال رقم خمسة والأخير في حلقة النهاردة فين نلاقي عنصر الكالسيوم يا دكتور أو فين نلاقيه في الأقامة الغذائية أول حاجة حضرتكم فيه البيت منتجات الألبان كمان موجود فيه زيت السمسم فيه السبانخ في الخضرات الورقية كمان فيه البرتقان يعني البرتقان مش بس فيتامين سي لا عايز أقولكم كمان أن البرتقان الواحدة بتدي 55 ميلي جرام من عنصر الكالسيوم كمان فيه بزور القرعة كمان فيه المكسرات والأقامة الغذائية علشان كده ما فيهش داعي تماما أن ناخد المكملات الغذائية عمال على بطال علشان كده احنا لو عرفنا السبب في حالة نقص عنصر الكالسيوم اللي قدر له بيكون مشكلة مثلا فيه الكلا أو كمان فيه الغدة الجار درقية الكلام ده بيسبب حدوث نقص في عنصر الكالسيوم وعايز أقولكم حاجة المهم أن احنا طبعا نعرف ايه هو السبب الحقيقي علشان يغنينا تماما بشكل كبير عن تناو المكملات الغذائية اللي هيكون لها الأضرار الصحية طيب احنا امتى بنوصف يا دكتور الكالسيوم ده في حين كان فيه خلل كبير فيه النسبة الطبيعية زي ما ذكرتها مع حضراتكم أتمنى أكون أفدتكم في حلقة النهاردة والحلقة لو عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل وانشاره حلقة دي في كل مكان علشان الفئدة تعم ولو فيه عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات للحلقة دي والحلقات اللي فاتت اكتبوا لي تحت في الكومنتس وأنا بجاوب على كل الأسئلة ولو فيه اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة